بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المتابعين تحدثنا في حلقات سابقة عن أهمية التخلص من القطع المصابة أو النخيل المصاب أو أجزاء النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء في محاصرة ومكافحة هذه الآفة الخطيرة فالتخلص من النخلة المصابة وإخراجها من المزرعة وإلقائها خارج حدود المزرعة في الطريق هذا لا ينهي ولا يحل المشكلة فالحشرات تكمل دورة حياتها وتنتقل إما للمزرعة نفسها أو إلى المزارع المجاورة فلذلك يجب التخلص منها بصورة تامة ونهائية يعني لا نبقي ولا جزء بسيط من هذه النخلة المصابة فنلاحظ في هذا الموقع الآن يعني شاهدناها بالصدفة وإحنا في جولتنا الميدانية هذا الصباح نلاحظ أن المزارع أخرج النخلة المصابة وألقى بها خارج مزرعته يعني خلف السور لاحظ لو تقترب مهندس بدر إلى يعني الآن هذه النخلة المصابة مليئة بالأطوار المختلفة للسوسة يرقات وقد يكون بيض وقد يكون عذارة شرانق حشرات كاملة أيضا توجد نحن غير مستعدين ولا مجهزين بأدوات للفحص أو للتقطيع أو التشريح ولكن واضح أنها إصابة سوسة النخيل من الأعراض نحن نأخذ هذه الشرنقة وهنا أيضا يوجد حشرة كاملة تقريبا في صورة حية أيضا لاحظ والتكريب الآن يعني على أشدة لاحظ هذا ذكر ولاحظ هنا مشتل للواشنطونيا حولنا مشتل لنخيل الزينة يعني من السهل جدا أن تنتقل إلى المشتل أو إلى المزرعة وقد تكون هذه ليست من مزرعة يعني يلقي بها أحد العمال أو يجلبها من مكان بعيد لاحظ في حالة جيدة شوف هذا كل الكرب مليئ بالأطوار المختلفة هذه شرنقة أيضا لاحظ أيضا توجد فيها حشرة كاملة أنثى أنثى يعني من هنا من هذه المشاهد وغيرها تأتي الإجابة لماذا لا تنتهي سوسة النخيل الحمراء لا تنتهي بهذه الطريقة ستبقى سنين وسنين وهذه المظاهر شاهدناها في أكثر من منطقة هذه شرنقة أيضا فارغة وهذه شرنقة لاحظ هذه ما اكتملت لسه هذه أنثى يعني هذه تكفي لتدمير منطقة بكاملة لونة لاحظ هذه الشرنقة داخل فارغة وهذه لاحظ جرقات أيضا يعني يبدو حتى مبيد يعني ما تم معاملة هذه نحظ الأنسجة المهتكة هذه عذراح في حالة جيدة يعني لاحظتنا أحد الأفلام اليوتيوب في أمريكا اللاتينية تقريبا كوستريكا أنها القطع المصاب أو النخيل المصاب تفرم النخلة في مكانها يعني لا تنقل حتى إلى يعني طريقة توضع العملية الشردنج أو الفرم اللخيل المصاب في مناطق هذه أيضا شرنقة لاحظ العذراء مليئة يعني مئات من الأطوار المختلفة من العذارة والحشرات الكاملة موجودة في هذه النخلة فكما ذكرت يتم فرم النخلة المصابة وأجزائها بالكامل من السعف والليف والكرب في مكانها وتوضع في أكياس بلاستيكية وتغلق بإحكام ثم تنقل إلى مناطق بعيدة لإتلافها يعني الفرامات متنقلة آلات الفرم متنقلة وصغيرة بإمكان تدخل إلى المزارع وإلى الأماكن الضيقة يعني استخدام فرامة عملاقة في مكان وينقل لها من بعيد النخيل مصاب هذا يعرض المنطقة للخطر يعني ممكن تتسرب حتى وأن تم وضع اشتراطات على المقاول أو الشركة الناقلة للنخيل المصاب إلى الفرم في سيارات مقفلة ولكن شاهدناها لا يلتزم الكل بهذه الاشتراطات فيكون احتمالية تسرب النخيل أو الحشرات السوسة وارد أو تهريب بعض القطع مثل الجمار أو الجذوع من قبل العاملين بعض العمالة يعني من أجل التكسب منها هذه أيضا كلها يجب أن ندرسها عملية التخلص من القطع المصابة يجب تكون فيه فرامات متنقلة متحركة هذه الفرامات تدخل إلى الحقول وتفرم النخيل المصاب يعني يجب الوصول فيها إلى أقرب نقطة ممكنة من النخيل المصاب لاحظ هذه النخيل المكرب جديدة الآن هذا موسم التكريب والتقليم السنوي والسوس بجوار خلف السور هذه تكون عرضة للإصابة هذا ما أردنا إضاحة من هذا المشهد وإن شاء الله يفيد العاملين على مكافحة سوسة النخيل الحمراء وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا شكرا